ابني أربع سنين هل طبيعي تكون تصرفاته عدوانية بعد مولود جديد؟ الجواب قلت لكم يا عدواني يا انسحابي لكن الجواب نعم يعني لما تقول لي هل طبيعي؟ الجواب نعم طبيعي أنه يكون عدواني نعم عدواني طبعا هنا هل شنسوي؟ واحدة من الحلول الذكية انحملة مسئولية نقول أنت الكبير أنت تصير مسئولية تعطينا مسئولية لأخوه يحس أنه مسئول عن أخوه الصغير هذا فتعطينا مثلا أنت مسئولية تنظيم ألعابه مسئولية ترتيب ملابسه مسئولية أنك أنت تراقبه وتساعده مسئولية أنك تلعبه تعطونا مسئولية المهم لما تعطونا مسئولية هو يحس نفسه أنه يعني كبير وأنه صار لدور في البيت ولدور في الأسرة وبالتالي تخفه هنا الغيرة لأنه قاعد يشوف الكشفات كلها عليه كشفات يعني نظر النظر كلها على هالطفل المولود الجديد والأم مرتبط فيه ويمكن تردع رضاعة طبيعية ويشوفها يشوف أن الطفل لاصق بصدر الأم وهو مسكين من أبعيد لأبعيد وبالتالي طبيعي هو يغار فلازم نعامل معاملة خاصة ونعطيه جوه ووزنه فقلت لكم الحين يعني واحدة من الأفكار في علاج مشكلة الغيرة ذكرتها قبل قليل الحب الغير مشروط والنقطة الثانية الآن نعطيهم مسئوليات حتى نحسسه أنه عنده دور بالأسرة وبالتالي يا بابا احنا ما أهملناك واحنا ما نكرهك بالعكس احنا نحبك ونعبر نعبر عن حبنا له بين فترة والثانية الشي الثالث فيه فكرة ذكية حقيقة وأنا يعني اقترحتها على بعض الأسر اللي تعاني من الغيرة خاصة بوجود مولود جديد وانفعت تعرفون اليوم يعني ما فيه أسرة من الأسر فيه على مستوى العالم كله إلا وعيالهم من أول ما نولده لما يكبرون وهما يصورونهم يا كاميرا يا التلفونات يا آيباد يا غيرة واحدة من الأفكار الذكية إن الطفل الكبير انقعده ونوريه صورة لما كان طفل رضيع وكيف إن احنا مهتمين فيه وكيف إن احنا ما أهملناه وكيف إن احنا كنا نلعب معاه طبعا أنا الطفل لما يشوف إنه بابا أو ماما أوه كان يلعبون معاي والله لما كنت صغير يعني مو بس أخوي أنا اللي قال يلعبون معاه مو هذا المولود الجديد بس اللي يلعبون معاه حتى أنا لعبوا معاي من خلال الصور أو الفيديو اللي احنا خاشينها ومحتفظين فيها هذه يتعدل من نفسية الطفل الكبير حقيقة نتائجها إيجابية أنا جربتها على أسر كثيرة ونتائجها إيجابية جدا العلاج الرابع أنا أعطيكم مجموعة علاجات أفكار لعلاج مشكلة الغيرة عند الأطفال الفكرة الرابعة بعد ما قلت لكم ثلاث نسئلة عن راية ها بابا نحن نحن نتغدى بمطعم أنت ش تحب تأكل تقيم كن عمره سنتين ولا ثلاثة بس نسئلة ميخالر شو تحب تأكل تحب دياية ولا تحب الحمى تبي باستا مثلا ماكرونيا ولا تبي بيض كوني أسئلة عن راية وهو يحس نفسه أنه هو يعني له وزن وهذه الطفي الغيرة الحل الخامس من حلول الغيرة أني أنا أعزز الثقة بالنفس يعني إذا عندها صفات مميزة أمدحها أعزز عندها الثقة وقلت لكم ممكن ترجعون لأفكار تعزيز الثقة التي تكلمنا عنها في لقاءات ماضية إذن هذه كلها أفكار ممكن نعالج فيها مشكلة الغيرة واحدة من الأفكار رواية القصص يعني لما أنا بالليل بالنام حيخلا أفترض أن الأسرة فيها طفل عمره أربع سنين وفيها طفل مثلا عمره سنة وأبو أربعي غار من أبو سنة مثلا ويأت بنام أنا بالليل أقول لها تعالي خلأ أقول لك قصة الدجاجة ويمكن هو يحب الدياي ولا يحب البط ولا يحب الخرفان كي المهم خلأ أقول لك قصة الخروف هذا وأقول لك قصة الخروف على اعتبار أن الخروف هذا هو ولدي بأربع سنين وأنه أم الخروف أولدت ويعبت خروف صغير بيبي طلي يعني تعال بابا خلأ أقول لك هذا البيبي شنو سوى وأقعد أقلف أنا قصة من راسي وأبين له شون الخروف الكبير الأخو كان يهتم في أخو وكان يحب أخو هذا البيبي الخروف أبدي أقول له قصص وألف مرة بطة مرة خروف مرة دياية مرة تمساح مرة فيل مرة ضب وأنا ماشي هذه القصص خاصة بأربع سنين بخمس سنين يحبون القصص والقصص هذه تغرس فيهم قيم وبالتالي هنا أنا عالجت مشكلة الغيرة إذن الغيرة فيها عدة أمور حتى أنا أقدر أعالجها وذكرتها لكم مثلاً الحب غير مشروط مثلاً أني أنا أعطي مسؤولية مثلاً أخذ راية مثلاً ذكر القصص اللي ذكرتها لكم قبل قليل هذه كلها من الأفكار اللي تساعدني في حفظ الغيرة ترجمة نانسي قنقر